السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً معاكم هيا وي فيديو اليوم المقرب إلى قلوبكم وقلبي والله اللي هي فيديو المشتريات مشتريات الأدوات الفنية بقلنا فترة ما عملناش I think من أول السنة الجديدة ما عملناش حاجة فده فيديو تجميع كده لكل الحاجات التي اشترتها في الشهور الشهور اللي فاتت طيب فأول حاجة عندنا ورق card stock لهو الورق الملون من cut card stock حسب لكم اسم الموقع تحت في صندوق الوصف فبيبعاتوا بطاقة بولون شكراً انك بتساعدين البزنس بتاعنا وانعزوا لهم شكراً انتم بتعملوا منتجات حلوة ديو تعتبر ثاني شركة للورق انا بحب استخدمها طيب فجبت دراجات اللون الأخضر يعني المرة اللي فاتت او السنة اللي فاتت عريباً بدأت اجيب دراجات الأزرق والوردي دلوقتي الأخضر وبني اهو لونين بني بس بحاول الإضاءة لأن مرة كان يعني برة كان مرة شمس المهم والله طلع فيه كمان لون بورس وقال طبعاً انا بتفرق معكم لأول مرة مش لأول مرة يعني حاجة نسية لأنه زي ما قلت لكم انا بصور جزء وبحفظه وبعدين بجمع كل الفيديوهات فعشان كده الفيديو ده I think هيبقى طويل شوية طيب بعد كده اه احيانا برضو بتجيلي مثلاً زي طروض كده بحطها على جنب وبعدين مرة واحدة كده اقررنا انا افتحها وصورك تبقى حاجة حلوية كان جاية لي هداية مثلاً فده ده موقع MFT اللي هو my favorite things انا بصراحة بقالي فترة طويلة اه ما اشترتش من عندهم اه يعني كنت زعلن منهم شوية وإلى الآن والله يعني اه يعني ما حبوا ما ساعدونيش لما طلبت منهم دعم بس موضوع فلسطين اه بس اجان يعني عرفت حاجات جديدة او معلومات جديدة يعني عن الشركات بتخاف المهم مش هادة دخل في قصة تانية بس انا واي فاندي اول مرة اي تنك اطلب منهم من سنتين تقريباً من الموقع نفس عادة لو كنت بطلب كنت بطلب من مواقع مختلفة طيب المهم جبت اه كذا اطوعة وقبت آل ختمة ده اه اللي هو اسموه يا ربي اللي بتطلع عليها وحشة قنفوذ لا مش قنفوذ مش عارف اسموه اين واسمو سكونك حاجة كده يعني بس شكلهم مرة كيوت وقبت الابير طبعاً الرسم البنتي دي واحد اسمها سيسي يكولا تقريباً رسمها مرة حلو فانا صراحة بحب الرسمات بتاعتها والختمة ده كان عندي أصلاً وبيعته وندمت ان انا بعته عشان استخدمت وقلت خلال مش هستخدمه تهيني بس كنت محتجا في حاجة وملأتش عندي فعشان كنا انا عاملة يعني اشترعت شتات منهم بس عشان خاطر اجيب الختم ده وبيحطوا بمبوني جوه بس لقتها مفتوحة فرامتها وعدات الحاجات دي مش بتبقى حلالة بتبقى فيها جيلاتين مش جيلاتين او جيلاتين تقريباً بس بيبقى مصنوع من الخنزير يعني بس عشان بعض الناس بتستهين بالحلويات اللي هنا يعني انهم عاد يشتروها لا يعني مع الحاجات دي لازم لو مكتوبش عليها مثلاً حلال حرف اليو او حرف الكي اللي هو الكوشر بتاع اليهود ما ينفعش تكليها بيبقى فيها يعني ادوات سوري مش ادوات مكونات مصنوعة من دهن الخنزير المهم شوفي شوفي عنديني من ادخل في قصص ايه تانية اه وراء انا معاش تربط من عندهم وراء اللي انا عمري ما طلبت وراء دي اول مرة اقرب وراء من بس لكن علي تقفيد والله حاجة مش فكرة بصراحة المهم مش حلو يعني كله ريمب وكده وراءهم مش تقيل قوي نص ونص بس يعني ايه يمشي حالو طيب فدا من my favorite things نشوف بعد كده في ايه ولا ما فيش حاجة اه لا والله فيه ده موقع Simon Says Stamp ده كود خاص من خمسة دولار فيعني هيا خمسة دولار مش حاجة بس انه يعني في الشبنج الشبنج عندهم سبع دولار فانا ايه كأنهم بيعملوا شبنج بثنين دولار المهم اشترت اخر لونين عملهم Tim Holes لون البنفسجي واللون اللي هو اسمه Water Water Taffy Salt Water Taffy حاجة كده يعني وجبت Distress Ink عادة انا خلال انا بطلت اجيب Distress Oxide لان خلاص مش عارفة ليه كده تغيرت اتجاه Distress Oxide اللي هو بيديك اللون الطبشوري فبقيت اجيبه بخاخ احسن يعني استخدمه على ال R Journal و Distress Ink حلو يعني مش بطل يعني فجبت اخر لونين طيب ده بعضو كان اصدار جديد لتم هولد ملف طباعة على شكل دويلي يعني مرة متحمسة لها ان شاء الله نستخدمها قريبا جدا بعد كده عندنا ايه يا ربي يالله ايا حوريكم الورق ولا مش الورق حوريكم الاصدار الجديد بتاع L'anfon انا بقلي بردو كذا فترة مش ترشي من عندهم يعني كان الاصدارة تبقى عادية او مفيش حق بس اصدار السنة دي كان مر راحل ثيم الفراولة يعني وانا بحب طبعا فاكهات الفراولة او الفريز مرة كيوت وهم عملوها كيوت طيب فده تاني ختم المشتركة كل الكولكشن بتشرد الحاجة اللي انا يعني حسنين يا شكلها كيوت الجنجر بريد ادي عندي القطاع بتاعتها بس ما عنديش الختم اي تنك ان الختم بيعتوا وبعدين اكتشفتنا عندي القطاع فرجتشتها تاني فأنيوي عشان انا كل فترة كده بحب اي اشوف الادوات اللي عندي خلاص بقتش استخدمها وحسن مش هستخدمها فهم يعني ايه بايعها المهم اه دي القطاع بتقص الفراولة بتعمل فراولة اسمها ايدي في واحدة بتعمل على شكل فراولة والتانية بفريم اطار ايطار ايطار فانا جبت الاثنين مرة شكلهم كيوت وحبين ودي بتقص فراولة برضو كده شكلها كيوت اللي عمل الحاجة كده قريبا من فراولة كانت من كم شهر كده بس ما جبتاش جبت وده من انا ندمت ان انا جبت هاي اغالية وفنية مش بتقص يعني بس بتعمل كانت بتحفر على الورق بس يلا بقى مش مش كان الاول مرة اقربها ودي برضو اول مرة اقرب المنتج ده انك بتعملي الورود دي عن طريق الستنسل يعني مفيش خط مفيش اطاع لا انت تستخدمي الستنسل عشان تعملي الشكل الورد فان شاء الله نعملها في فيديو والاطاع اللي لنا مرة متحمسة لها دي يعني يعني يما فعنا اللون فون بيعملوا او بطاقات متحركة بثيم ومفر ما عرفش بتعاملوا مع مهندس او مهندسة جينيوس بصراحة فدي مرة حلو ان شاء الله بعملكم فيديو لها طيب جبت الورق ده او الدفتر ده انا جربت الورق من الشركة دي بس جبت ورق كان لونه اسود يعني كان تيم اسود كده فما عقبنيش يعني حسيت ان انا قلتي ربعين لانا عملته في نفسي ده فجبت حاجة اصغر والوانها فتحة وورقهم الكواليتي بتاعتم مرة حلوة الورق اللي انا مغرمة فيه الورق من بينك فريش ستوديو ورقهم حل بتصميمهم حلوة الكواليتي رائعة فبينك فريش ستوديو هاعتمد الورق بتاعهم بصراحة مرة حلوة هو غالي شوية بس حلوة نيجي بعد كده ورق استامبريا استامبريا ده انت تجيبيه وتبروزيه عندك ما تستخدمهوش اولا انه هو غالي 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 يعني overpriced وبلس ان لا اله لله هي ورقة واحدة هي تصميم واحد والصفحة اللي بعدها وشه ضهر تصميم تاني فانت تضحب يعني لانس ضحب ديزاين بتصميم فاللوان ما رأش بليه بيعملوك كده بصراحة يعني فما عرفش هي استامبريا برو شركة ايطالية او شركة ما عرفش اسبانية بس كالمكتوب la casa grande I think that اسباني المهم شوفوا التصميم مرة حلوة كده وفنتجي بس يعني هتعملي ايه فانت تدروزيها اصلا الصور دي عندك ما هي نفعش يعني يتاخذي الصفحة القدام صفحة الورية تاخذي التصميم اوليني او التصميم اللي بعدي اولك تجيب دفترين بس لا يعني هو انا مش عارفة ده كان بكم 12 دولار مش فكرة تنكي انا حكتب الاسعار بتاعتهم المهم ان هم غليين يعني غليين ف بس انا فعشان كده بقليه فترة طويلة يعني هم اول اصدار عملوه من كام سنة اشتريت واشتريت فعلا دفترين لكل لكل تصميم عشان يبقى عندي يوشه وضهر مكرر قدليست مرة واحدة وبعد كده عملو حاجة كتير بس انا ما اشتريتهاش فبس المرة دي عجبني او ثيم المطبخ وال ايوها اللي سعره الحجم 8 انش بتسعة دولار واللي 12 انش بخمستاشر دولار مرة غنيين مقرنت الاسعار دفتر التانية طبعا طيب بس عجبني زي بتركوا التصميم دي لان فيها ثيم مطبخ فيها اكل كده بتحس بتفكرنا ببيوتنا القديمة مش عارفة انا مرة حبيته طيب وده هو الحجم الوحيد اللي جبته 12 انش بس من الان ملقتش منه 8 معرفش كانت بها او ما عملوش 8 انش مش عارفة بصراحة فخديني وريكم يعني ده مكنش حل بقى بصراحة انا كنت شكة اننا جبت الدفتر مرتين حجم صغير وحجم كبير بس الصور مختلفة الكبير ده تحس انه كده التايلز اللي هي ايه زي حاجات الجدران او مش عارفة حاجات كده بس مكنش في حاجات مطبخ يعني برضو مش بط هي حلو اكيد بس يعني مش عارفة او بروزهم مثلا او حطوا صورة في النص مش عارفة بصراحة يعني بس بس هم مرة حلوين طيب بريكم الاشكال من الجوا ده اللي واحد مش حلو فيهم بس بس حل طيب المهم فكانت دي من سايمون سستامب حسيب لكم اسم الموقع تحت فيه صندوق الوصف خلينا بريكم في اي تاني اه كنت اي تنكي انا بقولي ان انا حركب كذا فيديو وبعض فالفيديو معنش انه هو حيطول منكم ودونا لايك دونا لايك يا جماعة مش عارفة او لاحصوا ان انا قفلت الاعلانات عن عن الفيديوهات معنش فرقت معاكم ولا لا فقولولي يعني انا قفلت عن كل الفيديوهات تقريبا طلع عندي 700 فيديو ما شاء الله علي 700 فيديو من امعوت القناة المهم ايه بقى نرجع للحاجة المرة الحلوة من كولورادو كرافت كامبيني برضو انا اشتريت منهم في اول مرة عمرو اشتريت تقريبا حاجات كتير من عندهم وبعد كده بطلت انا بطلت من الناس اللي هي يعني اجل ما سعدتش في موضوع في فلسطين بس اجل يعني عرفت حاجات تانية فخلتني ان انا ارجع يعني ايه مش هشتري منهم زي اول بس يعني انا خاني اشتري ان تعاملوا مع فنانة بترسم لهم رسم مختلف غير عن انية جرام اللي متعاونين معاها فرسمها مرة عجبني مرة مميز يعني شايفينكم باعة شكل وردة والفقران انا مليش في الفقران قوي بس يعني شكله مقبول شوية حلوين طيب والذي دي يعني اللي ايه اسمه ايه I think house mouse حاجات كده بيت الفقران يا الله مرة كيوت مرة كيوت طيب فعشان كده يعني جبت من عندهم الراضي وده الفار اللي نايم على الماشروم بالله عليكم مش كيوت طيب انا مش عارفة اسمه الاللستريتوري الجديدة ايه بس اه دي بقى القديمة دي اللي هي انيتا جيرام دي اللي مؤلفة قصص اطفال تعاونوا معاها وبقت ترسل لهم اختام فطبعا دي اختامها مرة حلوة مرة جميلة شايفين الختم ده زي كيوت نكتبه ارى الاسماء بس انا حسب لكم اسمه الموقع يعني شايفين البطة اللي نايم انا عايزة عنزل البطة دي انا من كده في الحديقة وايه استمتع واخر حاجة انا مش عارفة مش عارف حسن اني جبتها قبل كده بس اني ويه يعني حنشوف دي مرة جبتني الرسمة دي حسن انا عايزة استخدمها في ارد شون انك تعملي صفحات او تعملي بيت فمرة حلوة وقبت الاطعات بتاعتها عشان فيها تفاصيل الزرع دي مش يعني ايه حدو اعصابي تعبانا وانا بقصها يعني او فاسي كوتين فاسي كوتين يعني تقصي الصور بالمقص يعني طيب المهم فده كان اصدار حلو وعملين حاجة مرة حلوة اذكية صراحة باختيار الناس اللي بترسم لهم او بتعمل لهم الاختام طيب ده اه ده الاصدار الجديد برضو من مرة حلوة عملوا البوم جديد بيتباع جاهز ان شاء الله بعملوا فيديو الوحد دي ابيبيو جورنالين كاردز دي بتبقى كأنها صور متجمع من الدفتر الاساسي اللي هو مثلا الكبير وبتبقى فيها مثلا عبارات وكلمات وصور بقى شكل حل ودي قصاصات من تاني طيب انهم عملوا ثلاثة كولاكشن الشهر اللي فات تقريبا فواحد ثيم كده سان فلاور اي تينك لأ لسه ما نزلتش الفيديو ان شاء الله فيه فيديو هينزل استخدمت فيه الكولاكشن ده المهم ثيم السان فلاور اللي هي عباد الشمس والنحل وثيم التاني كده اسمه اللي هي حياة القارية مثلا حاجة كده وثيم الثلاث حيوانات بس حتى في ثيم استخدام الحيوانات عجبني الدرجات الالوان اللي استخدموها حورها لكم دلوقتي في الدفتر اه طبعا هم يعملوا دفاتر بيعملوا قصصات وبيعملوا جورنالين كارد عشان مثلا تحطيها في الظرف او كمال بيعملوا استكارات و يعني استكارات ملزوئة على ورق كرتون قوي يعني او مقوة طيب ف اي تينك ان انا بقى استمع شانا وريكم كل كولكشن لوحده اه هي دي بقى التشيب بورد تبقى معمولة استكارات مضبوعة على التشيب بورد اللي هو الورق كارتون يعني ودي السيكارات بتاعتها و اي تينك ان في اوبشن كتخطي الكولكشن كله فبتجيلي كل حاجة بقى مع بعض لو عزان طائمي كويسة جدا وفي اربعة من كل تصميم ولا تلاتة واحد اين تلاتة اه تلاتة من كل تصميم طبعا والشوضة مرة حلو الناس بتحب النحل ودرجات الالوان يعني حلوة مش بطالة بصراحة يعني الاسود والاصفر يبقوا الوانين الوانين الوان حلوة مستوحى من النحل اي تينك من نون اللحنة النحلة مش عارفة تكلم اصلا الفيديو طويل الفيديو طويل دي مشكلة بفصل في النص اي مهم تاني كولكشن كان اسمه اي يا ربي وايد وايد والحجار المهم عن الحيوانات اه ببقولك مشوفوا اختياري الالوان الازرق الفاتح الاخضر الفاتح والوردي والبني فمن رحل مثلا لو في اطفال بتحب الحيوانات اي تينك ان انا نزلت فيديو عملت عملت كارت المروحة او بطاقة المروحة واستخدمت الكولكشن ده او الورق ده يعني مرة حلو مميز ايب الكلكشن الاخير هو صراحة المي فيبروت مرة حلو اللي هو اسمه كوتج لايف او حياة القرية مثلا مرة حلو دراجات الالوان وعارفين بقى البنات وعدوا عند الشباك وعند المواعين وعند مثلا بيلوم والزرع او المحصول والورد رائع مرة حلو فيه حتى هو الكورسي والملابس بتاعت السبعينات تقريبا حاجة ذلك كده المانو كولكشن صراحة مرة حلو فيه صور مرة حلو وينفع اين اكتطاس فقا يعني يعني إذا تجيب الدفتر تجيب الجورنالين كارز يعني الدفتر ممكن تقصي منه الجورنالين كارز أو ممكن تقصي منه قصصات وان شاء الله هستخدم هستخدم الكولكشن الشهر ده ايه تاني ايه تاني اه ده حجم بقى الكبير اللي هو 12 انش حلوى قوي وحجم ايه اه وده الهو اه الكولكشن ده اسمه لتتبي على النحلة اه صح نسيت اقولكم حاجة وبرده مع الكولكشن اللي فيه رسومات بينزلوا ورق تاني اسمه صولد يعني بيبقى ورق سادة هي البس بيبقى كده اشكاله الالوان دي مبقاش فيها رسومات ملونة ورق سادة اسود احمر اصفر حاجة كده اه ايه تاني اه انا دي بس فكان صراحة الكولكشن بتاعهم حلو وتقريبا طبعا انا عشان مصممة عندهم فهم بعتولي الحاجات دي فخلص دي اخر سنة اللي هي للتصميم معهم لان كل واحد له من حقه انه هو يصمم لهم لمدة سنتين بعد سنتين خلاص ما عرفش اقدم تاني عشان يدو فرصة لناس ثانية جديدة انا ما عرفش هالباب التقديم افل ولا لا هما بياخدوا انترناشن الكتير يعني مرة بياخدوا ناس من برا كتير فالعاوز يقدم انيوي لو لقيت باب التسجيل مفتوح اكتب لكم تحت في صندوق الوصف اقدمه ربنا يوفقكم انا نشرت اريد الموضوع ده عندي انستجرام شهر اللي فات تقريبا فان بس مش عارف افعله ولا لا المهم دامن تونيك جبت اي جبت الصمغ من عندهم لا من الصمغ انا بحب صمغهم مرة قوي وحل وبينشف شفاف وممتاز بصراحة بعد كده عندنا المغناطيس عشان احط فيه الاطعاض بتاعتي مرتبة كان ده حاج من مربع ده ده برضو اسموه كرافت فوم اللي هو اللزء الفلين ويجبت الختم دامن عندهم مرة كيوت بصوا يا حليب وبسكوت وبطرمان تحطي فيه بسكوت ده انت على رمضان او العيد ممكن عملها بطل بطاقات العيد او حاجة زي كده يعني مرة كيوت بعد كده واخر حاجة انا بقى لي فترة صراحة والله اشتريت نا اشتريت اشتريت اسمها ايه اختام خشبية او مصنوعة من الخشب هي عبارة عن رابر ستامب اللي هو اللونه احمر ده اللي بيبقى تحت وبيلزقوها بقاعدة خشبية طيب فاشتريت حاجات كده اجن من اي باي او من فيسبوك ماركت بلايس او الجروبات اللي بدي بيع مثلا اختام خشبية اتكلمت عليها كتير فيديوها كتير فانا مش عاوز عيد مش عاوز عيد الموضوع عشان ايه ما يبقاش مكرر وفي نفس الوقت انا عارفة لو وقفت هنا وحطت موسيقى اغلبكم حيزة عشان مش بيحبون انا حطوا موسيقى بتتدايقوا فهو عاوز معكم اش عارفة عاملي عاللكم بيبس الاشكال الكيوت المهم ايه عاوزك تكتبولي تحت في الكومنت انتو اخبركم ايه وعملين ايه انا بسجل الفيديو ده في رمضان بس انا مش عارفة متى حينزل ممكن بكرة او بعدو اه مش عارفة فولولي عاملين ايه في رمضان اه ايه القدول بتاعكم ايه اكلتكم مفضلة او ايه الاكلة انتو بتحب تطبخوها عاصل فولي كده في الكومنتات الفضل على ايه الفيديو ده بس اه فضل اربع داعي طيب خليني ممكن اقولكم والله عن الاختام اراكم بالختم ده مرة حل theme خياطة كده كله وحاجات حلوة وده ختم من close to my heart الولادة يعني لو واحدة قتلها بنت يعني شايفين الكرب السرير بتاحها وماريالا والفستان مرة كيوت وفرشة شعر ودي ساعة الرملية بس حطين قوها قلوب صغيرة مرة هلوة مرة كيوت صراحة اه بعد كده عندنا بطر يا الله انا عندي اختام بطرامانات كتير بس تحسي البطرامانات دي ما عرفش لازم نجمح ودي حلوة البنت او الانجل على السحابة هنا كلمة love استخدمتها في كارت من البطاقات وشاركتها معاكم ودي برضو البنت الكيوت اه اجان يعني انا حتى لو قلت الاسماء والحاجات دي مش هتفرق الحاجات دي خلاص لات وصنع لو عدتشتري مستعملها من حد ودي البنت الماسك الدب دوبي طريقة الرسم دي كانت حلوة اللي بيحطوا فيها ستشوز وخيوط وتفاصيل كده مش بطالة والبنت العسطولة دي دي مركز داتس خلاص يا جماعة معلش تستحملوا فضل دي اي او نص والفيديو اي اه دي مرة حلوة اشترتها من واحدة هنا عن يوتيوب كتبت بيع الحاجات دي مش عارفة برضو تستهوني الاختام اللي فيها اشكال البيوت او اثاث بيوت خلينا نقول مرة حلوة عفا عقبتني اه واشتريت اه دي مرة حلوة البنت الولاد ممكن تنبعها في اي مناسبة وممكن يعني كلمة ماري كريستمس دي حط واشي تيب عليها فبالتاني يعني مش حط بحها ممكن اكتب اي حاجة مثلا على رمضان او اي حاجة الكبير وحد بيفتح الباب علي والحمد الله خلصنا الفيديو طيب مرة شكرا لكم بحبكم عندكم اي اسئلة اكتبوا لي تحت في التعليقات وحشوف كم مرة القيية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته